لا يخفى على الجميع ان رجال الشرطة بمختلف صنوفهم هم يد القانون وادات تطبيقه من خلال تنفيذ واجبهم الاساس والمتمثل بحماية ارواح المواطنين وممتلكاتهم والذي يتطلب نقله الى ارض الواقع احساسا مشتركا بالمسؤولية من قبل جميع ابناء الوطن حادث اثار كثيرا من اللغط والجدل بعد ان تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي وتمثل بتعرض دورية للشرطة في بغداد الى استفزاز من قبل مجموعة مندسة تحاول اظهار نفسها على انها من المتظاهرين بهدف تصعيد الوضع وخلق حالة من الفوضى وجر ضابط الدورية وعناصرها للوقوع بالمحظور المقاطع المصورة من ارض الحادث تظهر تعرض الضابط الذي يمثل مؤسسة عرفت بوطنيتها وتفانيها وتضحياتها الى سيل من الشتائم التي كانت تحمل نفسا طائفيا وعنصريا يهدف للتأجيج ثم تعرضه للضرب أي متابع للمقاطع المصورة يدرك بسهولة ان افتعال المواجهة وتعمد تفاقمها كان سعيا من قبل بعض المندسين لخلق هوة بين الجهات الامنية والمواطن وزرع الشقاق بين ابناء الوطن وحرف التظاهرات عن اهدافها الحقيقية والمشروعة وزارة الداخلية اصدرت بيانا جددت فيه موقفها المساند لحق التظاهر السلمي مع رفضها القاطع لأي اعتداء ضد القوات الامنية مؤكدة ان هيبة المؤسسة الامنية تأتي من احترام المواطن لها وان اضعافها وعدم ابداء الاحترام لها من قبل البعض سينعكس بالتالي على الاداء العام لها المبني اساسا على حفظ القانون الانباء وردت لاحقا عن القاء القبض على احد المشاركين بالاعتداء لكن الحادث يجب ان يكون مدعاة للحذر من قبل جميع الاطراف والانتباه لوجود جهات لا تريد الخير للعراق وابنائه وهو ما يستوجب التعامل الحازم معها تحت خيمة الدستور والقانون الذين يكفلان الحماية للجميع